معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة مساء الخير العميد خالد حمادة أن تأتي زيادة عدد الجنود الروس في هذا التوقيت وبعد عام من بداية الحرب في أوكرانيا هل هو اعتراف بصعوبة القوات الروسية في حسم المعركة؟ مساء الخير هو اعتراف وإعلان أهداف بعد هذه الأشهر العشرة من ابتداء المعركة العسكرية في أوكرانيا طبعا كان لدى روسيا تصور آخر لسير المعركة لذلك نفذت هجماتها في المرحلة الأولى من العملية على عدة محاور بشكل متزامن وهي فشلت ثم عادت إلى عملية اختراق المدن الواحدة والأخرى على وقع طبعا عمليات تدمير منهجي للبنية التحتية العسكرية وللبنية طبعا العسكرية المدنية كمصادر الطاقة وخلافها ولكن التبرير الذي ساقه وزير الدفاع بالقول أن هذا ما تبرره الحرب بالوكالة التي يخوضها الغرب بمواجهة روسيا لنقول أنه التوصيف الحقيقي الذي يجب أن يعترف به الغرب وتعترف به روسيا نحن لسنا بصدد حرب أوكرانية روسية منذ اليوم الأول لانطلاقتها نحن بصدد مواجهة بدأت أمريكية عبر أوكرانيا وتحولت إلى أوروبية أمريكية ودول الناتو بمواجهة روسيا طيب العميد خالد في هذه الحالة أن يزيد عدد الجنود مليون ونصف جندي بحلول عام 26 يعني بأن الخطط الغربية فشلت في تقزيم قدرات الجيش الروسي بأي طرق برأيك يمكن أن ترد الولايات المتحدة والغرب في أوكرانيا على روسيا؟ أولا أعتقد أنه الذهاب إلى عمليات إجراء توازن للقوى والقول أنه كيف سيرد الغرب على ما تقوم به روسيا يعني لا أعتقد أنه هذا هو المسار المنهجي الحقيقي يعني يدرك الغرب تماما القدرات الديموغرافية لروسيا وإمكانيتها في تطويع عدد الجنود وهي سبق أن استدعت الأحطيات أما الآن فهي تلجأ إلى عملية تجنيد أساسي في هذه القوات ولكن عملية تعيين رئيس أركان القوات الروسية كقائد للعملية في أوكرانيا هذا يعني أن الجيش الروسي أصبح برمته مزج في المعركة وهذا ما قاله وزير الدفاع عندما قال أن الاتجاه هو لزيادة قدرات القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الاستراتيجية إذن روسيا تستبق إعلان النوايا الغربي بالقول نحن مستعدون للمواجهة في البحر وفي الجو وفي كل الأماكن وبالمناسبة يعني برغم التصريحات التي يعني يطلع بها الرئيس زيلنسكي من حين لآخر وهي التي يعني تبدو لي وكأنها دون مستوى الخطر المحدق بأوكرانيا يعني عندما نرى أن هناك عسكرة كبيرة في البحر الأسود هناك قطع بحرية عديدة مستنفرة في البحر الأسود وهناك تدريبات مع بيلاروسيا وهناك هذه الزيارة التي هي أشبه برفع المعنويات لوزير الدفاع وتقليد الجنود الأوسمة واليوم هناك نداء من دول البلطيق بأن الدول البلطيق هي الخاصرة الأضعف ببينيتو والتي يمكن أن تكون مسرحاً لعملية كل ذلك نعم يعني في هذه الحالة الروس يستعدون لحرب طويلة الأمد العميد خالد أحمده ألا يتعارض ذلك مع الاستراتيجية التي وضعتها موسكو في بداية هذه الحرب أعطت الانطباع بأنها حرب ليست طويلة هذا صحيح هذا صحيح اعتقد الروس أنهم بإمكانهم ضم الأقليم في المرحلة الأولى الدومباس بطريقة سريعة وتكرار سيناريو القرم مرة أخرى والاقتراب أكثر فأكثر وتضييق الخناق على الناتو بمعنى أن أوكرانيا أو التشدد في الشرط الرئيسي الذي على أساسه تم انفصال أوكرانيا بأن أوكرانيا لن تكون جزء من حلف الناتو بينما ما جرى المواجهات العسكرية التي جرت ودور الغربي في تأجيج الصراع جعل موسكو حتى وإن لم تكن الأهداف قد تغيرت ولكن ربما يلجأ الغرب إلى فتح جبهات جديدة في مواجهة الجيش الروسي وبالتالي يساهم ذلك في تشتيت القوى ونقل الجهد إلى مسارح عمليات متعددة لذلك تذهب موسكو إلى ما هو أبعد من تصريحات الغرب بالقول أننا جاهزون للمواجهة في عدة محاور لذلك الذهاب أنا أعتقد في مسار التحليل المنهجي إلى عملية دائما محاولة تركيب ميزان قوى متغير وفقا للإمكانات والتعزيزات لا يؤدي إلى أي نتيجة أعتقد يجب أن يتم العمل على ميزان قوى أمني وسياسي لأوروبا ما هو الدور الروسي في أوروبا ما هي المنظومة الأمنية التي ستطر على الاستقرار في أوروبا وما هو الدور الأمريكي وما هو مستقبل أوكرانيا شكرا جزيلا لعميد خالد إحمادي الخبير العسكري والاستراتيجي في بيروت ترجمة نانسي قنقر